تمديد جديد للهدنة في اليمن والحقيقة أن تعريف الهدنة بالنسبة لليمنيين يقتصر على إيقاف العمليات العسكرية وخاصة تلك المتبادلة بين السعودية وميليشي الحوثي وفي ذلك تحقيق لمتطلبات الأمن الإقليمي والدولي أما الملفات المرافقة لها كملفات الأسرى والرواتب وفتح الطرقات فما زالت عالقة ومحل تنصل من الميليشي التي أمضت الأشهر الأربعة الأولى دون تقديم أي تنازلات في تلك الملفات ومثلها ستنقضي مدة التمديد الحالية ولن تحقق الأمم المتحدة من وعودها سوى التصريحات المكررة فتعز ما زالت حبيسة لحصار الحوثيين الذين يرفضون حتى الآن فتح الطرقات والمنافذ المتفق عليها وعلى غرار ذلك يبدو ملف المرتبات الذي تحاول الميليشيا التنصل منه رغم أن الاتفاق ينص على أن تدفع المرتبات من إرادات ميناء الحديدة الذي وافق التحالف والشرعية على فتحه أمام حركة الميليشيا خلال الفترة الماضية ومثلهما ملف الأسر العالق هو الآخر بين تهرب الحوثيين وتسويفهم وافتقار الشرعية لأدوات القوة وإثبات الذات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر